بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم على قناة فاستيفين ديما في برنامج سكري مع الدكتور ميري واليوم غادي نتكلمون لكم على السكري النوع الأول وهذه السكري كما شرنا لها أنه تقريبا كم كل عشرة في المياه ديال أنواع السكري وهذا يهم الأطفال والرداء والشباب علاج كيف يبانها تذكر عند الأطفال لأنه يوقع خلال مفاجئ في البنكريا والسيما الخلايا التي تعطي لانسولين وهي بيتا دولانغيروس التي تعطي لانسولين منها دونك كتكون مفاجئة وكتعطي لنا العلامات والعلامات كتكون ضاهرة ولسيما الكتر التبول وارتفاع نسب ديال السكر تكون ارتفاع شديد يتحدث عن سكريا أو خمسة ديال السكر وعكس النوع الثاني هو كيف يبان بالهزل لذلك الانسان يضعف أو الطفل يضعف وكما قلناك يتبول بكترة والعياء لذلك العياء كلهم هذو أنواع لذلك كيف يبان هاد 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 كتكلمو على عوامل لك ما كينش سبب المباشر بقي ما عارفينوش سبب المباشر والعوامل هي ممكن تكلمو على فيروسات هي مشكل في في البيئات تلووت إلى آخره وكيفاش كيوقع عند في الجسم ديال ديال الطفل او الشاب انه لزنتيكور او المضادة ديال الزام ديال هادك طفل او الشاب كين قد دوع الخلايا ديال بيتا ديالانجيرونس هما اللي كاعطوا لانسولين وما يقومش يعملوه دون كين تقريبا 90 في المياه يتوقفوا عن العمل وبالتالي ما يقدرش وكيفانوا هاد العالمات الخاصية ديال هاد النوع هو كيتعالج الا بالانسولين وكين محاولات اخرى ولكن الانسولين هو اللي المعروف وشي مرا كيندربوا احتال الربعات ديال الاوقات كتكون الباطئة بالليل كتشت 24 ساعة وكذلك الانسولين السريعة هي ديال الوجبات في الفطور في الغداء وفي العشاء هذا كيكون متابة واحد مع الاساف زنزال داخل الاسرة لكي اضطر عليها بكترة وهذا كما قلتكم لانه كيجي فجأة حتى كيبان هاد المراد هو كما قلنا هو اقلي عشرة في المياه ماشي بحال النوع التاني ولكن العلاج دياله ماشي بالسهن ولسي من ناحية البسيكولوجيا لا على العائلة لا الام ولا الاب ولا افراد جميع افراد العائلة وكذلك على الطفل الطفل تقدر الى ما كانوش نسب متوازنة ممكن يعطينا مشكل في النمو مشكل في مضعفات اخرى على المدى الطويل ولسي ما مني كان فوتو خمس سنين ديال الاصابة بهذا المرض عاد كانت طلبوه بعض تحاليل ديال الكيلي الى اخرى هنا الطفل او الشاب كي يوقع له مشاكل حتى تم درس في الدراسة دونك كيكون مشكل كثير ولهذا يخص الاسرة تقوم بالواجب ديالها وانا الام والاب ولا افراد الاسرة يخصهم يفهموا هذا الوليد وما يكونش مشاكل كثيرة اللي ممكن تؤثر عليه نفسانيا باش يتم النمو دياله باش تكون المرضو دياله في الدراسة الى اخرى ذلك بالنسبة للعلاج حتى هو بحال تكلمنا على الانسولين ممكن تكلموا حتى على الرياضة ممكن هاد طيف لي مارس الرياضة وغادي نخصو لها حلقة خاصة بها فيما يخص الرياضة لانا نخص يدير انكولاسيون وانا نخصو يتناول واحد الوجبة عادي التجاه باش يمشي ديال الرياضة وفي القاعات او في المشي الى اخرى وقل الحمد لله كان وصلوا الواحد النتائج احنا اللي كانت تكلموا اللي كاركزو عليه هو هو التربية العلاجية لانا نخص كان وصلوا بعض المسائل من الطفل ولا الاسرة دياله واباش يكون واحد لانسجام بين الطبيب وبين الاسرة وكانت تكلموا اللغة وحدة باش نسيطروا على السكري وبتالي تكون توازن وشفنا بان شباب حتموا ارقام قياسية في الرياضة وهم كيدروا لانسولين المشكل لانسولين هو الهبوط سيما الهبوط مني تكون 0.70 تحت تكون بعض الاعراض ويعرفها الاسرة ويعرفها الجميع انه تكون وقع 0.70 تبنى بعض الاعراض هو التعرق البارد في الوجه وفي اليد كذلك يتبنى مشكلة ديال الخفقان ديال القلب وشي مرة يصفرار في الوجه وهادي تكون ما ما يبغيش طبيب وما يبغيش باش نوصلوا لهذه الحالة لانه يكون متناول لها الطفل ديال السكر السكر دونك في هذه الحالة كان نعطيه السكر وإلا كانت مع الاساف إلا كانت حالة خطيرة اللي ممكن تعطينا حتى الكوما دونك يقدر يدخل في غيبوبة وما قدرش يتناول السكر في هذه الحالة ممكن كان بعض الدواء اللي كيتعطالو عن حقنا وهو غليكاغون دونك هذا معروف عند الغصار ديال المصابين بالسكري النوع الأول من اللي الطفل كيتعايش مع السكري أو هات الشاب كيتعايش كيعيش حياة طبيعية جدا وكيما قلتكم بالعكس غادي كيكون حتى المرضودية في المدرسة تكون مهمة جدا والحمد لله جابوا نتائج مرضية وكان عندنا تبعنا بعض الحالات ديال الشابات وشباب واللي الحمد لله حصلوا على نتائج وتخرجوا تخرجوا المهندسين إلى آخره لذلك لا يوجد عائق سكري لإنسان لا يوجد عائق بالنسبة لما صارد الدراسي بالعكس لهذا كنا في واحد المؤتمر فيما يخص السكري النوع الأول وتكلموا على قضية أنه الطفل ممكن يسمح له باش باش يدخل هذه الآلة ديال القياس ديال السكر ويعبر أثناء مثلا في المتحانات إلا أنه كل شيء تعرض بأن ممكن هذا الطفل المصاب السكري والذي عنده واحد دكاء متميز ممكن يمكن هذه الآلة يمكن يرجحها إلى آخره هذا شيء غير كما قالوا الفرنسيين أنه هذا شيء واقع وأن الحمد لله رأينا حالات أنهم تعيشوا مع السكر وعشوا هذا شيء اللي بغيت نقول في ما يخص النوع الأول ولينا اللقاء ديما مع قناة فاس تيفياء باش نتكلمو على مواضع أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته